فاشن مود فاشن مود لحدش لثين وثلاثين دقيقة جعني لكم على موجهة جهرة فيم الدنيا وما فيها وكيما كل نهاية الجمعة نحكي وتندانس في فاشن مود الألوان وشنوها الحاجات هكا اللي بش نلقاوها تندانس 2022 و2023 وحنا النصائح دي ما ناخذوها من عند الأخصائيين بتاعنا من لبنان يكون حاضر معنا دي ما بتقنية الميسنجر وفامة بباشر تفعولت على نصائح اللي قدمها كيف كيف زيدا على المواضيع اللي انتم ما تقترحوهم على شن يوتيوب باتريك خليل وإلا زيدا على الانستغرام جهرة فيم اللي كان عندكم مواضيع وإلا زيدا اقتراحات خليونا الاقتراحات متعكم باتريك خليل الفنين وخصائي الموذة من لبنان كل عادة يكون حاضروا معنا بتقنية الميسنجر مش نحكيوه على الألوان من عرش أنا وفقت في اللون اللي اخترتوا اليوم أيوة إلا ليه هدا اللي بش نكتشفو اليوم من خلال لتندانس تندانس لكولور بميل 23 وشنو بش قولنا باتريك خليل صباحا نور وأهلا وسهلا لك والنس اللي تابع فيك على مواقع التواصل اجتماعي أول شي بدي أقول تحية كمان لكل المستمعين ولكل التقنيين بجوهرة أفهم وبالفعل أنا عم بيصنع عدة رسائل عم بيطلبوني بمواضيع كتير ولكن اليوم حابب أحكي عن لون كتير وكتير عم نشوفو عند عدة مصممين وشفنا مؤخرا بالفاشن شوز إن كان خريف وشتاء وحتى ربيع وصيف 2023 اللون هو اللي بدي أحكي عنه هو لون اللايم يعني في ناس بسموه لون السيترون لون البيستاش هيدا الديقراداسيون كلها أو هيدا الالوان كلها متل تي شورت لأنا لبسه أصدت أني لبسه اليوم كل هيدا الديقراداسيون عم بتكون درجة لسنة عم بتكون درجة كتير لخريف وشتاء وربيع وصيف أه 2018 وإذا بدي فرجيكن اللون مظبوط هاي شو بتلك هالسيترون هالله هالله لأنه هيدا أقرب شي إنو فرجيك كل الديقراداسيون اللي درجة اللي هي بتحسو بين البستاش وبين الجون أوكي ونحكي جون سيترون وأشوفو هالخضار الموجود ومنفس الوقت سفار أوقات كمان بتحسو إنو فيه تيب أو فيه ماشا عم بتكون أمبرى من الأصفر للأخضر أو من الأخضر للأصفر وعم بيعطي من بعيد لون البستاش أو لون الجرين نيون أو الجون نيون هالألوان كله أو هالديقراداسيون مثل الحامضة اللي بيدي أو مثل السيترون اللي بيدي هايدي هي الألوان أو اللون اللي درج كتير وعم نشوفه كتير تندانس بـ 2023 شفناه قبل ولكن هالله عم نشوفه أكتر كمان نفس الشي تي شيرت وحضر لي كتير مفاجأة اليوم هايدي الليونات رح فرجيكم إياها زميلة كما شايفين مبلش اللون الأخضر من فوق وتحت بيصير زهري كمان هايدي الألوان أو هايدي الخلطة أو كل شيء أمبرى بهيد النمط أو بهيد الألوان هالديقراداسيون كمان السيندارج وشفناك كتير وخاصة عند زهار امراد وعاد إلي صعب بالراديتور شفنا أنه جامعين هاللونين مع بعض وكل شيء آآ عزبتك يعني أخضر مع فوشيو أخضر مع بينك آآ بيربل مع راد كمان هايكون كدير دارج ولكن هاللونين كمان مع بعض دارجين بشكل أكبر لأنه ألوان فيبرانت وألوان صيفية بأمتياز و تانكو هيبة بس ما ما حعطيك اللينة بس حبيت هيك فارجيكم الألوان الدارجة طبعا إذا بنا نحكي عن القماش أو نحكي شو القماش اللي كمان دارج و اللي عم بيطلع حلو على اللون السيترون أو اللون البستاش أو اللون الجون أو الأمبري هو أكيد من روح ضغرة على السلك أو على الشيفون أو على الحرير هيدا الفابرك هو أنسب شي لهالاللوان وشفنا كتير عودة كبيرة للفاصاطين الجريك ستايل أو اليونانية أكيد عم نحكي هون بعدة ألوان ولكن الألوان الدارجة أكتر شي اللي كمان عم نشوفها هي اللون اللي حكينا عنه قبل و طبعا هون الشيفون ليه من روح عليه لأنه الشيفون بيعطي إنسيابية للقماش واللون إذا عمل أمبرين من فوق لتحت ببين متل ما عم تشوفه بالصور و متل ما عم تشوفه حتى كمان شفنا مؤخرا عن زهار امراد وعند إلي صعب خلطة البايات يعني ومش بس لقماشي الناشف دارج كمان البايات والسيكونز كتير دارج ودرجين بشكل جديد شو يعني شكل جديد شفتوا البايات اللي أنا كمان يعني اليوم جمع لكم البايات و القطن مع بعض تتشوفوا أنه حتى للشباب اللوغوية طبع البرانس عم تنعمل بس تتشوفوا شوية اللمعة و عم تنعمل تون سور تون يعني بيكون مثلا فستان أسود مع بايات أسود فستان فيشيا مع بايات فيشيا أورنج أنت فيشيا منشوف كمان بايات أورنج و فيشيا عم بيكون دارج البايات على قماش أو قماش تكون كلها بايات عم نحكي طبعا للنساء والشباب بيكون اللوغو مثل تي شورت البرزاجي اللي لبسها واللي كمان صنع نتقبلها بالنهار قبل كان البايات بس للليل طبعا الموديلات بتختلف و يكون فستان صهرة أكيد بيكون للإفنتات الكبيرة ولكن ما بيمنع أنه صنع نشوف أكتر جين مع بايات تي شورت مع بايات للنساء و للرجال و كمان هون كمان بدي روح و قليك أنه كمان البايات الملون دارج بعدة ألوان و أرجعلك للليونات أنه البايات بهال لونين كتير دارجين و عم فارجيك صور عم تقطع خاصة شفنها مؤخرا عند زهار و عند إليل الأورنج مع اليالو مع الفوشيا مع البينك مع البستاش هيد الخلطة بشكل كتير كبير دارجة و ما بقى لازم نستغرب و ما بدي أسمع كمان كتير نساء بيعطردوا لما نقللهم بايات بيفتكروا أنه البايات شي عاطل أو شي تشيب لأ البايات تفرق في عنا بايات المنو حلو واللي سميك و في عنا البايات الكوتور اللي عم نشوفه كتير هلا بالسوق و عم بيطلع كتير حلو و الألوان عم بتطلع بايبرانت و هكي قوية و حلوة و جويفل وبتخيل هبة أنت كمان بتحب هيد الألوان البيبرانت والقوية كمان هيبة متل ما دارج البايات كمان دارج القصص السمبل يعني السمبل و البلنك بلنك اثنينتهم دارجين و اثنينتهم بيسوا حسب كل إنسان شو بحاب شو الستايل طبعا و شفنا مؤخرا نانسي عجرام لبسة الجامسوت أسود مع الألوان اللي هيك اللي دخلها شوية سفار مع بينك مثل الليونات اللي فرجاتي كيها يعني هالخلطة ما كنا نشوفها قبل كتير هلا عم نرجع نشوفها و خاصة عم نشوفها بطريقة جديدة طريقة عصرية و صار عنا بحر من الأفكار وبحر من الموديلات والتنسية مشان هيك بقلكم كل شي عنكن يا بالبيت ما تكبوا لأنه مرأ فترة من الفترات كنا نقول أنه البايات ما بقى دارج وبتخيل في كتير نساء كبوا الفساتين اللي عندهم أو عطيون لحدة و إز هلق رجع دارج البايات و طالع كتير حلو مشان هيك كل موضة تختفي شوي ولكن ترجع بتكون موجودة وبترجع بيعني أكتر وأكتر من أبل بدأ تشكركم وبدأ تشكري كيها وبوعدكم أنه كل أسبوع على جوهر أفام و ضمن برنامج كابوتشينو راح كون في مواضيع عديدة و كتير أساس حلوة نحكي عنا أنا وإنتو كيسز يعطيك الصحة باتريك و احنا زادة كيسز لكل شعب لبنان أكيد وما برشا تفاعلت عشان يوتيوب متاعك قاعدة نقرأ هكا نعمل دي ما تطلع على الكومنتار وما برشا تابع فيكم من تونس من العالم العربي و قاعدين يقترحوا في مواضيع أكيد بيشلقوها على موجود جوهر أفام في كابوتشينو و فقرة بيوتي مود خلينا فاشن مود بليتو خلينا نمشيو نحكيوه على الجنب الاخر لباتريك خليل باتريك الفنان الحقيقة هالغنية هي اكسكلوزتلي على جوهر أفام ذلكم تكون حاضرة معنا بعد فقرتك باتريك حب هكا يعمل مشاب لمجموعة من الأغاني الجزائرية الراية الجزائري خلينا نشوفو هالمشاب هذي يكون حاضر على موجود جوهر أفام لباتريك خليلة اشتركوا في القناة